تدول مغاردي تويتر وفات مصطفى زمان بطل مسلسل يوسف الصديق الذي اثار الكثير من الجدل وقت عرضه على الشاشات في الدول العربية وقد ظهر على تويتر ايران اليوم الكثير من التغريدات التي تتحدث عن وفاة هذا الممثل وقد انتشرت مع هذه التغريدات الكثير من السور التي تكشف عن تفاصيل هذا الخبر المنتشر يقول المغاردون ناشري هذا الخبر انا مصطفى زماني قد توفي بعد زعرضه لحادث سير باحد الطرق السريعة هناك ويقولون انه تم نقله الى المستشفى ولكن لم يستطع على طباء اسعافه وتوفي هناك وقد انتشرت هذه التغريدات على مجال واسع بين الكثير في ايران والعراق وباقي الدول العربية بعد ان وجدنا ان هناك الكثير من الحديث حول هذا الامر في صفحات التواصل الاجتماعي لذلك قررنا البحث حول حقيقة وفاة الممثل مصطفى زماني وبعد البحث تبين لنا انه لا يوجد اي خبر بخصوص بطل يوسف الصديق في اي جريدة ايرانية او جريدة اخرى عالمية او عربية وهذا يعني ان الخبر مجرد اشعة على تويتر وغير صحيح الى ان يتم تأكيد ذلك وجميع الصور المنتشرة على تويتر غير صحيحة وقد كشف مغرد عن حقيقة صورة متدولة لها على تويتر متوفي فيها وقال ان هذه الصورة من فيلم له وليست حقيقة واكد هذا المغرد ان كل ما هو منتشر الان على تويتر بخصوص وفاته غير صحيح وان مصطفى زماني موجود الان في ايران ويعيش حياته بشكل طبيعي وقد طلب من المغردين نشر هذا الخبر لتعم الحقيقة وقد نشر الممثل مصطفى زماني رسالة عبر تويتر ينفي فيها خبر وفاته بشكل رسمي ويقول المغردون انه نشر صورة له حديثة في اخر المهرجانات التي حضرها لكي ينفي تماما كل الاشعاعات المنشورة عنه عبر تويتر وقد نشر النفي عددا كبيرا من مغردي تويتر لتأكيد على عدم صحات الخبر وقد عبر الكثير من جمهور هذا الممثل عن سعادته البادل في خبر وفات مصطفى زماني وقالوا ان الحقيقة هي ان هذا الخبر اشاعة قد نشرها البعد بعد نجاح مسلسله الاخير الذي تم عرضه في عدد كبير من القنوات وقد اكدوا ان سورة الجنازة المتدولة بجانب سورته غير صحيحة وليس لها علاقة بمصطفى زماني اثار مصطفى زماني باطل يوسف الصديق الكثير من الجدل في الدول العربية بعد ان تم عرض المسلسل الاشهر لها منذ عدة سنوات وذلك لان العلماء افتوا بعدم جواج تسيد الانبياء وهذا ما حدث عكسه في المسلسل حيث قد جسد هذا الممثل شخصية سيدنا يوسف عليه السلام وهو ما تسبب في الكثير من الجدل والغضب في الاوساط العربية والاسلامية